على الياباني برجع بذكر فيهن طبعا هون هالصعود والارتداد الاوي من 82 سبعين بسرعة الى مناطق فوق ال85 بذكر انه الياباني هابط بقوة من مستويات اه اه صاعد بقوة عفوا الياباني والزوج هابط بقوة من مستويات عالية جدا من المية واثنان منذ ثلاث سنوات وهيدا الادنة مستويات خير الخمس عشر سنة وكانوا حاطين اهداف حول التسعة وصعبين ولكن صعب جدا صيد هالاهداف على التسعة وصعبين شاهدنا الياباني وحركته شاهدنا دهبت نوليهم ليش بها الفترة لانه هن الابرس حاليا وهن الاكتر ارتفاعا وهن فقط الاصلان برجع بذكر انه قبل لي من برازلز قبل الازمات وحاليا البعض هن اعلى فقط وما في غيرهم قليل منه كان سجل اعلى مستويات قبل بداية كل هالخربطة الاقتصادية بالعالم كمان بنتهي من اليان وبذهب الى انواع الحسابات بتجارة الفوركس مشاهدينا ننصل لفقرة كيف نفتح حسابات بشركات الفوركس نوع الحسابات عنها تقريبا ثلاث انواع معظم الشركات المايكرو وستندر وايضا المصغر خلينا ناخد فكرة شو الفرق حجم اللوت حجم العقد كيف تقريبا نفس اشيه ولكن بس في تسميات لازم نتعود عليها هنبدأ باول حساب اللي هو نوع الحساب اذا عم نتكلم مايكرو هون الحساب ميكرو صغير يورو دولار لاحظوا هون واحد ستة وعشرين اليورو مع الدولار تنقول ستة وعشرين وفيه الكسور هون ايه هون واحد ستة وعشرين ثمانة وعشرين خمسة تقريبا فيه اتنين نقطين او اتنين بيب هيدا السيل وهيدا الباي طبعا عطول الباي اعلى من السيل هون كتبنا واحد يعني حجم اللوت بنوع الحساب لانه ميكرو هون هو الف مسلا وراء او الف دولار او الف من شاهد هوني انه يبيع اليورو مقابل الدولار وهيدا اللوت اللي هو الف لانه الحساب هو صغير طبعا اذا بكن تشتروا انتو عشر تلاف فيكن تشتروا عشر عقود لانه العقد هو هيك معرف بهيدا نوع الحساب معرف بألف لما بدأ اشتري لوت تاني حنشهد بالنوع التاني خلينا ننتقل الى النوع التاني حنشوف الفرق هيدا النوع التاني نوع الحساب هو مصغر كمان يورو دولار واحد ستة عشر ستة عشر ثماني لاحظوا هون او ستة او خمسة اللي هي واحد ستة عشر ثماني وعشر في فرق نقطتين عم ناخد عقد واحد العقد هون هو معرف بهالنوع الحساب اذا فتحني هو عشر تلاف ما انه قالت يعني بكتب واحد اخدت عشر تلاف فورا فورا عشر تلاف واذا باخد خمس عقود هون باخد خمسين الف لانه اخدت العقد بعشرة خمس عقود العقد بعشرة خمسين الف بينما الخمس عقود بالميكرو العقده بألف خمس تلاف لانه ألف 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 وألف من تال الى تالت نوع من الحساب اللي هو ستندر هون حجم اللوت هو مئة ألف يعني اذا بدي اخد لوت او عقد هون عم ناخده واحد بيعني انه اخدت مئة ألف دولار يعني انا هون اذا كتبت واحد سريعا هادخل المئة ألف سريعا هون الحجم اللي نوع الحساب ستندر طبعا هولي بيستعملوه اللي بيكون حسابهم عالي جدا وما بيوافقوا يلعب بمبالغ صغيرة يكونوا بالمليئين بياخد نوعا فورا الستندر نرجع مرة جديدة للستندر لانرائب انه الحسابات هون واحد مثل ما قلنا مئة ألف يعني اذا بياخد خمس عقود هني خمس مئة ألف او نص مليون لانه واحد 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 عم ناخد مئة 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 ومئة اللي هي خمسمائة ألف من النظرة عليهم سريعا لاحظوا هون كتير مهم انا باي حساب عم بيشتغل ستندر ولا لا وما بيكون في خربطة سل والباي 26-28 لاحظوا الكسور هون هون بتختلف من شركة إلى شركة أخرى أدا بيقدروا يخصموا وأدا بيقدروا يعملوا خصم ليجزبوا العميل اللي عندهم بيصيروا يلعبوا بالسبريد انه هني بيقدموا أكتر منتجات أرخص سريعا جدا برجع بذكر أول حساب لاحظوا هون حجم اللوت ألف حجم اللوت هوني بالتاني إذا في مجال هوني هوني طبعا أماني زمن عم تفرجينا عشر تلاف على السي جي عشر تلاف حجم اللوت والثالث اللي هو ستندر مئة ألف عم تتغير هوني سندر هولي كانت لزا سريعا على أنواع الحسابات شاهدنا هون بتعملات الفوريكس وهيك تقريبا نوصل لآخر فقرة من البرنامج رح ننهيها مع الإيميل مشاهدينا آخر فقرة من البرنامج ولكن قبل خليني كمان ألف تنظر المشاهدين عن اللي بيكون في عندي دهب هوني حجم العقد بيختلف عن بناءة أونص يعني أونصة لحظوا هوني دهب هو سال وباي عمشوف باع وشراء 1270 مثلا خمسين 1271 عشرة في فرق تقريبا أكتر من نص دولار اللي هو ستين سنتس بمعظم الشركات أو نص دولار حسب الشركة الفتحين معها إذا بيكون حجم اللوت عشر أونص عم بيخد واحد اللي هو العقد عشر أونص عشرة أونصة إذا نفس التحليل اللي عم ناخده إذا مناخده على المائة أونصة بيكون العقد واحد يعني مائة أونصة عم نتكلم كمان بيكون غير نوع من الحساب 1272 عشرة أونصة عشرة أونصة في فرق هل ستين سنتس هونيك في فرق شهادنا النقاط هون عم نشوف عنا فرق نص دولار تقريبا أكتر من نص دولار اللي هو ستين سنتس هلأ بنرجع إلى الإيميلز أول إيميل حيكون من بعض المشاهدين أخدني هون خينا علاء شكراً للإيميل بتشكره كتير خينا علاء وحنرد عليه على الإيميلز الخاص وأيضاً إيميلز من هيسا مدريس خينا هيسا مدريس بحب يشوف الحلقات متواجد الحلقات بتواجدوا بعضهم على الويب سايت عنا نوع فقرات من البرنامج طبعاً موجودين عنا على سي أم بي سي أريبيا خينا بروس كاف من سوريا كمان على الفوريكس منتمنى أنه يعني لحقنا شوية فوريكس بإخير البرنامج يمكن عطول في فوريكس طبعاً حيكون في بالبرنامج ولكن لحقنا له بعض المعلومات تحية لإله لأخوين بسوريا أيضاً إيميل من أشرف طيب أشرف الطيب شكراً سيد أشرف على الإيميل وأيضاً بحب نتكلم عن الدول العربية والمستثمر الرئيسي كيف يتحرك الاسمارات الرئيسية والرؤوس الأموال أيضاً تحيتنا مرة جديدة من بعض المشاهدين إبراهيم عم نشوف الربيدي وأيضاً خالد علي حمزة وعننا إيميل كمان من خينا وليد توركستاني كمان نتشكروا على هالإيميل بحب نتكلم عن صناعة الأفلام والمسلسلات بأمريكا وأوروبا ليش لا وهون إيميل من خينا رمضان حسن عن اليورو كمان تكلمنا عن الفوريك وإيميل أخير من خينا فهد الضبعان من السعودية أيضاً نتشكروا على الإيميل كمان مشاهدينا نونسل لإخير البلنامج تحياتي تحيات عمر سريدين أماني الزامل شكراً على السيجيات الحلوين وأيضاً ديانا الخياط وعمر بطارسة طبعاً مخرج البلنامج مشاهدينا شكراً لحصن المتابعة